مع الرحم أو وصلت للسن الذي انقطع فيه وظيفة المبيض يبقى عندها حق أن المشاكل دي فعلا مرتبطة بتوقف وظائف المبيض وظائف المبيض وسائلتها لازم تعمل بعض الفقوصات وبناء عليها بتاخد علاج تعويدي لكل عرض من الأعراض المضيئة هذه شوفي اللي انتي بتقوليه دي حاجة اسمها السرجة مصر أو الأم الحاضنة ساعات بتكون فيه مشاكل عيوب خلقية الرحم فيه حاجة يزعمل مشكلة الرحم مولودة بيه السيدة حجمه غير مؤهل للحمل فبتوقف اسبويضة من الأم دي من السيدة دي وبيتاخد حمام مانوي من زوجها وبيتخلق الجنين فيه المعمل اللي هو الحقن المجهاري وبعد ما بيوصل لمرحلة انقصام معينة بدل ما بيتنقل في الرحم بتاع الأم الحقيقية اللي احنا ماخدين منها البويضة اللي هي غير قادرة ان الرحم بتاعها غير قادرة على حتوى الجنين بيتحط فيه أم حاضن الحقيقة لحد النهاردة البركتس ده في مصر ما هواش متابع ولوه بعض الاعتبارات القانونية ولوه بعض المشاكل من الناحية الدينية ولذلك في مصر لسه هذا النوع من الوسائل المساعدة للتغلب على مشكلة الرحم لما يكون فيه مشكلة تمنع الحمل لسه مصمم من ناحية التقنية هي نفس اللي بتعامل مع السيدة بس بدل الخطوة الأكيرة في حقن المجهاري بعد استعداد الأجنة بتكون جاهزة بدل ما بنقلها عند الأم بنقلها عند سيدة تانية حاضنة وبتاخد مسبتات حمل ترجمة نانسي قنقر